اشتركوا في القناة مع القراصنا ثم جاءت كل فرميا واستولت على القصر كانت تكراه الرسم والألوان والفنون تليو لم يعجبها الأمر وضاقت به أخذت معها كتابها ورسامت به فالنبحر هيا والنمضي في هذا اليوم يا أصحاب لبوا الندام ولنبحر مع القراصنا ولنبحر مع القراصنا جزيرة دافينشي اليابسة ها هي ايه سكيلي اتجه لتلك الجزيرة الوقعة هناك حسنا أيها القبطان كنت دائما أأمل حدوث هذا وقد حدث أجل واو ليو أحدهم سعيد جدا أجل ما الأمر المثير أيها القبطان انظروا لهذا خريطة قديمة ليست مجرد خريطة قديمة هذه الخريطة مميزة إنها تبين الطريقة إلى جزيرة يقال أنها كانت فيما مضى ملكا لليوناردو دافينشي نعم أنت تعرف من هو أليس كذلك؟ أظن أنني أعرف الاسم تظن؟ جدد معلوماتك لقد كان فنانا عاش في إيطاليا قبل مئات السنوات انظر يوجد فصل كامل يتحدث عنه في الموسوعات الفنية في الحقيقة لقد سميت على اسمه وأيضا لقد رسم اللوحة التي تحمل اسم سفيناتنا هذه الموناليزا؟ أجل يا صديقي أشهر لوحة رسمت في العالم وتلك هي جزيرته السرية الطريقة الوحيدة للوصول إليها هي من خلال هذه الخريطة وقد بنى دافينشي بورجا لاختراعاته السرية ايه اختراعات؟ ظلنت أنك قلت أنه كان فناناً أجل كان رساماً نحاتاً وكذلك عالم رياضيات وأيضاً عالم نباتات وموسيقي لم يقرر ما يود فعله هذه لم تكن مشكلته لديه أفكار جديدة جديدة جداً والناس لم يعرفوا إن كان عبقرياً أم مجنوناً هذا ما جعله رائعاً جداً ولقد كان تفكيره سابقاً لعصره أجل فكروا خارج الصندوق كل يعلم مبتغى في كل شيء إن هنا موجود هيا فكروا مثلاً لي ناردو العظيم كانت أفكاره شيء غريب اختار الأفكار وفكر بها والعالم اليوم يفكر بها فكروا خارج الصندوق كل يعلم مبتغى في كل شيء إن هنا موجود هيا فكروا فكروا فكر في لوحة أو طائرة أو فكر في نسها أو حتى عصا رتب أفكارك والحبها لا يفعل أحد ما تفعله فكروا خارج الصندوق كل يعلم مبتغى في كل شيء إن هنا موجود هيا فكروا طوال حياتي كانت عائلتي تتحدث عن مدى عبقرية ليناردو دافينشي كل ما أردته هو أن أصبح مثله أفكر مثله لكن ماذا تقصد تملك الكثير من الأفكار أجل لقد رسم الموناليزة فحسب أما أنت بلأت واحدة بناء الأشياء أمر رائع لكن اختراع الأشياء هو ما أريده وإن أردت أن أكون مخترعا عظيما كدافينشي يجب أن أرى ماذا يوجد بالداخل إن هذا الباب مقفل بإحكام شديد مرحبا أي وجد أحد لا أظن ذلك هناك طريقة للدخول ما هذا؟ أجرس أبواب على ما أظن أحب ليناردو الشفارات السرية والرسائل يوجد شيء على الخريطة مرحبا بك أيها السيد الوسيم إن بها نفس الأزرار وبها نفس الشكل الموجود بهذا الرسم إنهم يبدون لي باتجاه عكسي أجل ليو، ارفع الخريطة تصاميم متطابقة مع الأزرار إنها شفرة سرية فرسكو، حاول كابس كل زر بحسب ترتيب التصاميم أتمنى لو أنني فكرت بهذا لقد كان تفكيره سابقا لعصره سأقوم بالسيطرة على ذلك البرج عندها سأقوم بهدمه كرابوت، الموقع أها، جزيرة دافنشي أيها الأميران كرانك أنصمت بطلبي، أيها الملكة؟ لدي الغزل لك جميل، أنا أحب الألغاز ما هو الشيء القديم والرمادي الذي أوشكت على التخلص منه والذي كان ركاما في مملكتي أنا؟ تخميل جيد، لكنك مصدق في هذه الحالة، أنا أستسلم ما هو؟ برج قديم جدا موجود في جزيرة دافنشي والقراصنة هناك الآن يقومون باستطلاع أريدك أن تدمره فورا، وتلقي به في البحر ولكن، ماذا عن القراصنة؟ أليس بداخله؟ سيقومون باستباحتي قليلا قبل أن تمسك أنت بهم أم بذلك قد سمعتمها يا رجال إلى الأمام وبالسرعة القصوى نحو جزيرة دافنشي هذا المكان حقا رائع يا للهول، ليوناردو هذا رجل عبقري جدا لا أدري من أين أبدأ واو، أحدهم لديه أقدام عملاقة أوه، إنها للسير على الماء أحدية المركبة الأصلية لكنني لا أظن أنها ستعمل ربما لهذا السبب قام باختراع هذا، يستطيع صنع رياحه الخاصة دراجة، لقد اخترع الكثير من الأشياء حقا هو أذكى لي وأعرفه أنا أعرف شخصاً آخر يدعى لي وهو ذكي ليس ذكياً بما يكفي ليحل محل دافنشي لم يتمكن حتى من اكتشاف كيفية الدخول إلى البرج ها، أتمنى أن لا يكتشف الأميرال كرانك ذلك، لأنه هو من يترق على الباب كلا، هذا مخرجنا الوحيد من هنا اسمحي لي أن أقدم خدمات البطل سأخلصنا من هذه المشكلة من؟ أنا الأميرال كرانك، افتح الباب حالاً هلا، افتح الباب وبسرعة آآ، أكشى أنني لا أستطيع إدخال أحداً اليوم البرج في حالة فوضى لا يمكنك خداعي أيها السمندر الصغير كيف تجرؤ؟ أنا سحلية مهما كنت، رجالي يحاصرون هذا البرج، أخرجوا حالاً حبل أن نهدمه عليكم، هيا سأعود بعد قليل رجال كرانك يقفون عند الباب حسناً، الأميرال كرانك لن يذهب إلى أي مكان أين اليونارد الحقيقي عندما نحتاجه؟ لست دافانشي، لكنك الوحيد الذي لدينا لذا عب كما كنت، نحتاج لخطة بديلة أنت محقة، يجب أن أستخدم عقلي، هيا، يجب أن أستخدم عقلي وجدتها، يجب أن نبدأ العمل، هيا فكروا خارج الصندوق كل يعلم مبتغد بكل شيء، إن هنا موجود، هيا فكروا ليو إنتحى الوقت أيها القراصرة، سأطلب الجرافع أتمنى أنكم تستطيعون السباحة ما هذه الضجع ما، طائرة طائرة ليو هيا كلا إنهم يعرفون كلا أجل لقد فعلتها يا ليو لقد اخترعت طائرة ليو الآن أجل لقد فعلتها متأكيد لا تزال بحاجة لبعض تعدي لو أحزمت الأمان أيته أحزمك سكيلي هنحني أين حسنا هذا ما أدعوه حلا مبدعا يا للهولد كيف فعلتم هذا منذ متى تعلمت الطيران منذ أن اخترع ليو طائرة ليو لقد كان اختراعا عبقريا أؤكد لك ذلك حسناً أظن أن اختراعي الأول قد نجح نوعا ما أهه إن لديك الكثير من القواسم المشتركة مع دفانشي أجل خرجنا من البرج لأنك استخدمت عقلك فكروا خارج الصندوق كلني على مبتغى في كل شيء إن هنا موجود هيا فكروا سأنال منكم في المرة القادمة وسأقوم بحبسكم داخل زنزانتي في كل شيء إن هنا موجود هيا فكروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة